اشتركوا في القناة ابو رحمون بيتورا بجامعة واحد سيد إبراهيم بمراكش قبل قليل من صباح يومه الخميس 27 أبريل على وقع دو انفجار قوي خلق حالة من الرعب وسط الساكنة وحسب مصادر كش 24 فإن مجموعة من الساكنة هرعت إلى خارج منازلها في حالة من الرعب بعد الانفجار لتكشف أن الأمر يتعلق بانفجار قنينة غازين كبيرة في الطابق الأول لمنزل بالدوار في ظروف غامضة وهو الانفجار الذي خلف إصابة شخص نقل على وجه السرعة سواب المستعجلات كما تسبب الانفجار في انهيار صور المنزل وقد استنفر الانفجار وفق معينة كش 24 عناصر الوقاية المدنية التي ألحقت بعين المكان إلى جانب سلطة المحلية ومصالح الدركة الملكية حيث تم فتح تحقيق في ظروف وملبسات الواقعة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث ترجمة نانسي قنقر